سريعا عايزين ننتقل لملف كهربا ووصل لفين؟ طيب ملف كهربا لغاية دلوقتي كان آخر كلام فيه الخطاب اللي طلعوا اتحاد الكورة للنادي الاهلي وسمح فيه أو قال فيه انه كهربا من حقه انه هو يشارك لحين صدور قرار جديد في الموضوع كهربا بعديها شارك في مباراة سموحة وبعدين شارك في مباراة الزمالك وسجل في المباراتين دلوقتي المفروض هيكون فيه جلسة استماع مع لجنة الانضباط في الفيفا يوم 2 فبراير وبناء على اللي هيحصل فيه جلسة الاستماع هيكون المنتظر قرار جديد اتحاد الكورة قال لحين اصدار قرار جديد سواء بإيقاف كهربا أو ايا كان القرار الجديد كهربا من حقه يشارك مع الفريق وبالتالي كهربا موجود مع النادي الاهلي وهيسافر هيشارك في كأس العالم الاندي محمد شايف ان المشكلة بتاعت كهربا اللي هي مشكلة القضائية يعني او العقوبات يعني المفروضة او العقوبة المفروضة على كهربا ندفع الغرامة لنادي الزمالك هتأثر عليه فنيا في كاس العالم لا اخوة فنيا بباين ان القهربا يعني بعد الامور دي عن نفسه تماما ولكن انت بتتكلم ان فيه اياب يعني خلال ايام قليلة قد تجدد العقوبة من جديد خاصة بعد الزمالك ما عمل الشكوى الجديدة بيأكد فيها ان القهربا شارك ومش من حق المشاركة طبقا للليحة رقم 24 ان اي عقوبة بتجدد تلقائيا طالما انت منفستش الشق المالي فيها فهي بتجدد تلقائيا وده المبدأ الزمالك بيعتمد عليه ومعتمد عليه من خلال المحامي الايطالي معاه برا في الفيفا يعني ايه الزمالك مكمل في شكوته وقهربا ناحية فنية لا قهربا بعد الامور دي بدليل ان احنا شوفها تعلقه في مبارات سموحة ومبارات الزمالك ترجمة نانسي قنقر